السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترتيب فرق الدور الفرنسي وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت في الجولة الثلاثة عشر من الدور الفرنسي باريس سانجر منفزت على تروة أربعة تلاتة أحرزة باريس كارلوس سولير فيديا 24 ليونيل ميسي فيديا 55 نيماردة سلفا فيديا 62 وكلاني بابين من ضرب الجزائي فيديا 77 اهدف تروة سلسة عن طريق ماما بالدي فيديا الثالثة وماما بالدي فيديا 52 واللعب بلافيرسا فيديا 88 استرازبورغ تعادل اهم مرسلية 22 احرز دفاي استرازبورغ ليبو متهيبة فيديا 76 وكيفن غاميرو فيديا 92 هدفين مرسلية عن طريق باما بامبا ديانج فيديا 8 وعيسا كابوري فيديا 35 متابعين الكرام بالنسبة للمباريات السابقة الجولة بدأت امس الجمعة 28 وعشر 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 وعشرين لانس فاز على طولوس 30 بالنسبة لباك المباريات سوف لك في نهاية هذه الفيديو في هذه المنطقة الفيديو الخاص بموعيد مباريات الجولة 13 من الدور الفرنسي اليوم خلنا نعرف على ترتيب فرق الدور الفرنسي وترتيب الهدفين متابعين الكرام تصدر الدور الفرنسي للمركز الاول بريسن جرمان بخمسة وثلاثين نقطة لانس للمركز الساني بثلاثين نقطة جeteب باك الوريان المركز السالس 20 ن! رين مركز الرابع 24 ن! مرسيليا المركز الخامس 24 لايل المركز السادس 22 ن! هناك المركز السابع 21 يوم مركز السامن 17 ن! المركز التاسع 17 ن! تلوز المركز العاشر 16 نقطة تروى المركز 11 13 نقطة نيس المركز 12 13 نقطة مومبيل المركز 13 12 نقطة استادريمس المركز 14 12 نقطة نانت المركز 15 ب 11 نقطة وسترازبورغ المركز 16 10 نقاط بريست المركز 17 9 نقاط وكتير المركز 18 9 نقاط أجاكسي المركز 19 8 نقاط وأنجيل المركز 20 والأخير ب 8 نقاط خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين متصدر الهدفيها متضدر الكرام ältك إبعاداuen warning z in german سجل 11 هدف مركز 2 نيمارد سجل 10 هدف جونسان ديفيد لعب ليل 9 هدف موافر لعب لوران سجل 7 هدف على الإكساندر لكزيت لعب ليون سجدا 7 هدف وليونيلميس لعب ريس ان significantly لهيه أو بينة لعب لانس وماخر تارليل والليل وليونيب بلغون لعب استادريمز متبعين الكرام بالنسبة للصنوع الاهداف سنع ال Looker 1 عشرة اهداف المركز الثاني نيمار لعب رسنجر مصنع سامنية اداف المركز الثالث كلوز لعب مرسيليا صنع خمس اداف واكاة وهنا ركلاعب موناكو اشتركوا في القناة على زر الجرس اعملاك الفيديو وكان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته